يشارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخالجي ومصر والأردن والعراق والمقرر عقد في جدة أوضحة الخارجية أن الاجتماع يأتي في أطار التشاور والتنسيق بين الدول المشاركة من أجل تعزيز العمل العربي المشترك ودفع سبل العمل الجماعي للتعامل مع الأزمات التي تواجه المنطقة حرصا على تحقيق المصالح العربية المشتركة وتطلعات شعوب الدول العربية الشقيقة في مواجهة التحديات